السلام عليكم. رجعنا معكم. خلينا نكمل شرح سلسلة المعدلات. طبعا بهذا الشرح راح استخدم هذا الاصدار اربعة بوينت اثنين بوينت اثنين اوكي تمام تجينا تضغط على اي اكس تمسحها دليت خلينا نضيف رأس القلد شفت اي تروح تطلع عندك هالقاعمة تضيف هذا المونكي اوكي تمام تجينا هلي اكبرها لكم تروح على خانة المعدلات طبعا تعرفون انه بالتحديثات الجديدة اضافونا فقط يعني هاي هذا الاختيار وانبعدها تفتح عندك هاي القاعمة تلقاها مقسمة احنا طبعا شرحنا قاعمة الجنريت تمام ووصلنا لحد الريميش بهذا الفيديو راح نشرح هذا المعدل تضغط عليها تمام اذا تلاحظ الشبكة مباشرة صار عليها تأثير لما يعرف شنو المعدلات المعدلات هي يضيف لك تأثيرات مباشرة علي الشبكة مارتك اوكي عد هنا اربعة اختيارات لهذا المعدل اختيارات بسيطة اه هذا المعدل يعني اه جوز مو ها ان استخدمه بس رح تحتاجه بالمستقبل رح نحطيك فكرة عنه شون تستخدمه اوكي عد هنا اربعة اختيارات بلوكس سموت شارب والفوكسل نجينا هنا على بلوكس ستلاحظ انه خلينا نسويها اليك توضح اكثر اوكي فالطريقة هاي من حددت هذا الاختيار صار شبكة مباشرة عبارة عن مربعات طبعا كنا نعرف هذه اللعبة اللي هي ماينكرافت فالطريقة هاي تقدر تصنع الشخصية اي شخصية اضيفة اضيفة هذه المعدل اه تروع على بلوكس رح يصير عبارة عن مربعات بلاي شوف شوف صارت عندك كلها مربعات الشبكة ماتك اوكي كنترول زت كنترول زت نرجع هنا موجود بيه عدة اختيارات طبعا تقدر تتحكم بالدقة تقدر منها زود تمام كل ما زودت الدقة كل ما تظهر عندك تفاصيل الشخصية ماتك السكيل الحجم تقدر تتحكم به تمام وعندك اه مخلي نخليه ستة تمام طبعا هذا الاختيار مهم انصح انه الشيلة ليش 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 هنا اي كائن مرتبط بصورة غير مباشرة بالكائن الاصلي هنوضح لك عملي نجي نلغي تأثير المعدل ونروح على المونكي هنخفي لك هاي اوكي لا تلاحظ تضغط على تاب تروح على خانة التحقيق التحرير من هنا تجي تضغط احنا تضغط على قلم جي هذا هذا القسم من فصل عن الجسم الاصلي اللي هو الرأس وايضا هذا جي اذا تلاحظ نرجع تاب تفاعل تأثير هذا المعدل من الشيل هذا تمام ندعي قليك ازالة الجسم الغير متصل بالشبكة الاصلية من الشيل انصح انه الشيلة وتزود حجم الدقة تمام اوكي هسا ذات فعله شوف يحتاجك دقة اكثر اوكي في الشيلة وتزود حجم الدقة اوكي هنا عدنا السموت هاي مانا علاقة بها يعني انصحك انه دائما تخليها على واحد السموت شايد هنا تضليل بصورة سلسة بها الطريقة هاي صور الشخصية ومارتك نلغد تفعين مارتك ونسويها خمسة اوكي نروح على السموت السموت حال حال البلوكس فقط انه ينعم لك شكل الشخصية مارتك ونفس ايضا نفس الاعدادات هنا الدقة وهنا السموت ايضا هذا الاختيار موجود وايضا السموت موجود اوكي نروح على الشارب الشارب يعني يحدد لك شكل حافة بالشخصية مارتك او بالشبكة مارتك يظهرها بصورة اوضح اوضح اذا تلاحظ شوف هذا الاختيار تقدر تتحكم بحجم الوجوه اللي موجودة بالكام المارتك اذا تروح على هذا الاختيار تختار ويرفرام اوكي خلينا نزود نقص العفو اذا تلاحظ شوف شون يقل عندك عدد الوجوه اللي موجودة بالشخصية مارتك تمام نعم عندك السموت ايضا الشارب هذه الحدة مارتك نفس الاختيار الريموف الاجسام الغير مفصلة ايضا السموت ناتجي البوكسر البوكسر ايضا نفس الاختيارات طبعا كل هاي الاختيارات لا تلاحظها تلاحظ اكو نقاط احنا هاي النقاط بها هل ينطلع التايم لاين منها تسحب تروع على التايم لاين نتضغط على ان انا كبرها لكم اوكي تلاحظ انه البوكس نرجع على الاختيار الاول انا اطبي هاذا الوائر فرايم انا متوضح عندك هاي الاختيارات تقدر انه اضيف اه اناميشن نسويها مثلا تسعة او نخليها خمسة اوكي بالطريقة هاي اسرع ايضا تقدر تتلاعب اذا عندك شخصية تقدر تتلاعب بها تستفاد من هاي الحركة نجي هنا اي تمسحها تروح على الفوكسل اللي هي اخر شي نا كل ما تقلل كل ما تقلل كل ما يزيد عندك الدقة ايضا بي انيميشن تقدر تضيف منها الكيفرايم وهو تقدر تتلاعب بالشكل ما تقلل طبعا هذا الاختيار يفيدك بعملية النحت انا خليتها بالاخير هلمود اشرح لك مثلا اذا تلاحظ خلينا نلغي تأثير هذا المعدل اذا تلاحظ انه حجم طبعا هاي الكتابة اللي ظاهرة جوه هسا مثلا عندك الفيرتكس اللي هو عدد النقاط والوجوه وعندك العدد الاضلع منها تقدر تنقر عليه كلك يمين وتفعل هذا الاختيار تجي هنا تمام فعدد الوجوه عندنا هسا اشقد 500 من تجي تفعل هذا شو شقد صار عندنا عشرة الاف تمام خلي هنا تجي تقلل كل ما تقلل كل ما يزود عندك عدد الوجوه فاني ابدي اقلل اسحب اسحب هنا يفيدك انه تعرف اشقد مشروعك راح ياخد نقاط انتبه هاي المشاكل اللي يصير عند الوجوه خاصة بالجروب داما اشوفهم يقلك كاني من انحايت من الصير عندي عملية نحايت فجأة يخرج الكمبيوتر ان المشروع مالتي انتبه لهاي النقطة لازم تعرف عدد النقاط للمشروعك هس هنا عندي مثلا 19 الف نقطة احاول اخليها 20 هذا المعدل شو بي ما يفيدنا نخليها 20 هذا العدد واطيها apply هس عرفت انه هذا الحجم ما يصير عندي لاغ بالكمبيوتر ماتي هاني هس انطلت apply يعني صار التطبيق اختفى عندنا المعدل control tab واروح على خانة النحت او منها تقدر تنتقل هس مباشرة ابدي اقدر انحايت تمام شوف بالطريقة هالي ازود منها smooth يعني تقدر تتلاعب بها طبعا هذا الاختيار بمهم ويساعدك انه ما يصير عندك لاق بالمشروع ماتك هاي الاختيارات اللي حبيت اشرحها بهذا المعدل ان شاء الله تستفاد من عنده من المستقبل بس حبيت انورك بهاي المعلومات وان شاء الله راح اكمل السلسلة الخاصة بهذه المعدلات انتظروني بالفيديو القادم السلام اشتركوا في القناة